بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أحب أن أذكر أني لن أفعل الإعلانات على هذا المقطع وأنه بدون حقوق ملكية ما شاء يمكنك أن تحمله وتنشره حيث تريد قرأت معلومة وأحببت التأكد منها المعلومة هي إن الأكثرية ليست دوما على حق فتحت برنامج Word فتحت ملف المصحف الشريف ولأني أعتقد أن طريقة عرض القراءة أفضل لغاياتي هذا الفيديو بالذات فسأحول إلى وضع القراءة أضغط مفتاح Ctrl-F للبحث عن كلمة أكثرهم يوجد في المصحف الشريف كمسو أربعين نتيجة لكلمة أكثرهم هذه النتائج هي أكثرهم لا يؤمنون أكثرهم الفاسقون أكثرهم لا يعقلون أكثرهم لا يعلمون أكثرهم يجهلون ولا تجد أكثرهم شاكرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم فاسقون وما يتبع أكثرهم إلا ظن ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فلأكثرهم لا يعلمون وأكثرهم الكافرون بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم للحق كارهون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وما كان أكثرهم مؤمنين وأكثرهم كاذبون بل أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعقلون كان أكثرهم مشركين أكثرهم لا يعلمون كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعلمون فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثرهم لا يعلمون وهذه كانت 45 نتيجة لكلمة أكثرهم في الأصحف الشريف وجميعها بمعنى سلبي إذا بحثت عن كلمة أكثر الناس تجد 20 نتيجة أيضا هذه العشرين نتيجة جميعها بمعنى سلبي هذه نتائج هي أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يؤمنون أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يشكرون أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون وما أكثر الناس ولو حرصط بيؤمنين ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 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 ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يشكرون ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذه جميع المرات العشرين التي وردت فيها كلمة أكثر الناس في القرآن الكريم وجميعها بمعنى سلبي فلا تعتقد إن شاء الخطأ والفاحشة والرأي الشاذ وتبنته الأكثرية لا تعتقد أن هذا الرأي حق نهاية أنا لست داعية ولا شيخا ولا طالب علم ولا يؤخذ مني عني لكني سمعت معلومة فأجريت عنها بحثا سريعا في برنامج وورد وأحببت أن أشارككم النتائج السلام عليكم ورحمة الله وبركاته